موسيقى مرحبا بكل مشاهدي القناة بتكملة للفيديو التي تكلمنا فيه عن السحر والأفكار التي يأتي بها الإنسان ليتنبأ بالمستقبل نتكلم اليوم عن الأسترولوجي أو علم الأبراج طبعا المعروف في علم الأبراج وخاصة في القرن العشرين أن هناك فلكيين ما يسمون نفسهم بالفلكيين يحاولون أن يتنبأوا بالمستقبل بناء على ميلاد الشخص أو الشهر الذي ولد فيه الشخص وبناء على هذه المعلومة يحاول أن يعطي تنبؤات بالمستقبل إذن فكرة الأسترولوجي أو علم الأبراج تقول أن عندما يولد الطفل حسب موقع النجوم في السماء هناك تأثير هذه النجوم بشيء معين سواء كان شيء خيالي لاحد يعرف كيف أو مثلا الآن يقولون بالجاذبية باعتبار أن هناك كثير من النجوم أحجامها كبيرة أكبر بكثير من الشمس فإذن لها قوة جاذبية حتى ولم تكون قوة ضعيفة فيقولون أن موقع كل هذه النجوم مع وجود القمر مثلا مع وجود الكواكب التي هي أقرب بكثير من النجوم كل هذا يشكل نوعا من التأثير على دماغ الطفل عندما يولد وهذا التأثير هو الذي يجعل شخصيته ونفسيته وحتى أخلاقه والطريق الذي يذهب فيه في المستقبل اعتمادا على هذه الصفات شخصيته صفات شخصيته إذن يكون معروف هذا الطريق بشكل عام فإذن الإنسان الذي يولد مثلا في شهر القمر الثاني أو الأول من السنة الشمسية تكون صفاته غيور ومثلا عصبي جدا وكذا كذا شخص الذي يولد في شهر القمر الذي بعده تكون صفاته متسامح وأهبل إذن هذا هو مجمل العلم هناك طبعا كثير من التعقيدات التي تدخل في هذا السيستم يعني هو ليس بالفكرة البسيطة لأنه فعلا سيستمر لمئات مئات وآلاف السنين كما سنتحدث الآن عن تاريخ هذا السيستم وطبعا موجود الآن في المجلات وفي الوебسايتس في الإنترنت يحاولون أن يتنبؤون بالمستقبل من خلال الأبراج في تاريخ الشهر القمر الذي ولدت فيه كان موقع النجوم كذا فإذن حياتك ستكون كذا أنت من النوع الصفات الشخصية كذا والشيء المثير أن كثير من الناس يصدقون بهذا الشيء لأنه يقول فعليا الكلام صحيح هناك كثير من الكلام الذي يكتبونه عني كرام صحيح فإذن ربما هناك شيء من الصحة في هذا العلم أنا حتى عرفت كثير من الهنود خاص الهنود لأن العلم الأسترولوجي تطور كثيرا في الهند والصين لكن الهنود لا زالوا الآن يؤمنون به كثير منهم فيقولون أن مجال الجاذبية مثلا لهذه النجوم والكواكب فعليا قد تؤثر على الدماغ الطفل فإذن ممكن أن تكون علميا صحيحا إذن قبل أن ندخل في ما هو رأي العلم في هذا الكلام لنرى تاريخ هذا العلم الأبراج أو الأسترولوجي طبعا في الإنجليزي أسترولوجي هو علم الأبراج والأسترونومي هو العلم فيزياء الفضاء فالأسترونومي هو العلم الذي يطور به علماء أبحاث الفضاء الأستروفيزيكس يعني هو علم قائم بحد ذاته ويسمى أسترونومي لكن الأسترولوجي هو علم الأبراج وتنبؤ بالمستقبل فهناك فرق كبير جدا طبعا بينهم إذن بدأت الأسترولوجي في العراق في مسوبتيميا وتقريبا القرن الـ 17 و 19 قبل الميلاد هذه كانت أول الكتابات التي اكتشفت التي تتكلم عن الأبراج وعن التنبؤ بالمستقبل وعن موقع النجوم وكيف يؤثر على حياة الإنسان وعلى مستقبل الإنسان هذا العلم الذي بدأ في العراق انتشر بشكل سريع إلى الأغريق ثم إلى روما وحتى في طبعا العالم العربي كله ثم بدأ ينتقل إلى الهند ومنه إلى الصين شيء المثير أن حضارة المايا أيضا كانت عندهم نفس الأفكار مع أنه لا يوجد أي اتصال كان بين المايا وبين العالم الشرق الأوسط وتطور كثيرا في الهند بشكل خاص يعني دخلت فيه الرياضيات وأدخلوا فيه أفكار أعقد بكثير من الأفكار البسيطة التي كانت تبدأ فيها وكان يعتبر يعني كان ينزج مع العلم العلم الفضاء البحث في الفضاء فكان يعتبر هو علم واحد يعني كل العلماء الذين درسوا مواقع النجوم وأعطوا أسماءها والحركة وكيف تتحرك النجوم ويحاولون تفسير هذه الحركة يعني هذه الدراسة العلمية كانت تخلط مع الدراسة الأبراج التي تتنبأ بمستقبل الإنسان حسب تحركها وحسب تكوينها لم تنفصل هذه الأفكار طبعا إلى الثورة العلمية في أوروبا الصحوة العلمية في حوالي 1500-1600 عندما بدأ التفكير العلمي المنطقي بالبحث في كل علوم الإنسان ليس فقط في موضع الأسترونومي أو موضع الفلك والفضاء وطبعا اعتبروا هذه الأفكار غير منطقية يعني لا يوجد أي ربط بين موقع نجم أو مواقع نجوم وبين مستقبل الإنسان وتأثيرها على حياة يعني حياة ناس يعيشون في الأرض لم يجدوا أي شيء منطقي أو فيزيائي يربط بين هاتين الفكرتين فطبعا ببدأ يهمل هذا العلم وبدأ طبعا انتقلت الأفكار الأفكار العلماء بدأت تنصب في الأسترونومي علم الفلك الصحيح وبدأ هذا العلم بالاندثار طبعا من ذلك الوقت العلماء لم يعترفوا بهذا المبدأ مبلأ الأبراج وإلى الآن لا يوجد أي عالم يعني أي ساينتست يعني ينشر أبحاث في مجلات علمية لا يوجد أي عالم يعترف بهذا الشيء يعتبره شيء يعني خرافة قديمة مثل فكرة الكيمياء القديمة التي كانوا حجر الفلاسفة الفكرة التي تقول أن هناك معادلة كيميائية التي تحول أي مادة إلى ذهب وهذه الفكرة يعني أمضى كثير من العلماء من ضمنهم العلماء العرب والأغريق وإلى آخره حياتهم كله بحث عن هذه الفكرة وكيف يعني نحققها فطبعا نفس الشيء هذه الفكرة خرافية لا يوجد شيء أو معادلة ممكن أن تحول أي مادة إلى ذهب إذن ما هو رأي العلم في هذه الفكرة أو هذا السيستم طبعا هناك شيء منطقي أن هناك تأثير ولو طفيف جدا من هذه النجوم أو الكواكب كتأثير جاذبية لكن التأثير ضئيل إلى حد كبير جدا يعني التأثير ضئيل 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 بفوق فوق ما نتصوره ببساطة لوجود المسافة الهائلة بين الأرض وبين النجوم التي نراها في السماء أقرب نجم هو تقريبا أربعة آلاف سنة ضوئية والضوء تقريبا يسير بسرعة ثلاثمائة ألف بالثانية فيعني تخيل المسافة الهائلة بين الأرض وبين أقرب نجم النجوم التي نراها في الفضاء يعني أبعد بكثير من أربعة آلاف سنة ضوئية تقريبا أكثر النجوم التي نراها ما بين مثلا الخمسين ألف والمئة ألف والمئتي ألف مجرى لأننا نعيش فيها قطرها هو تقريبا مئة ألف سنة ضوئية فإذا من الصعب جدا أن أتخيل أن هناك تأثير من هذه النجوم على أي شيء حقيقة في الأرض الشيء الذي ممكن أن يؤثر وفعليا هو لا زال يؤثر هو الثقب الأسود الهائل الموجود في مركز المجرى وهذا طبعا هو الذي يمسك المجرى كلها بما فيها المجموعة الشمسية التي نعيش فيها هنا ولكن جاذبيته مستمرة يعني هو لا يتحرك ولا ينتقل من مكان إلى مكان لأنه شيء بسيط لأننا ندور حول هذا الثقب الأسود هذا هو الشيء الوحيد الذي ممكن أن جاذبيته تؤثر بشكل كبير لأنه فعليا جاذبيته هي التي تمسك الشمس وتجعل الشمس تدور في مدار حول الثقب الأسود أو البلاك هول سوبر ماسف بلاك هول الثقب الأسود الهائل الحجم في مركز المجرى فإذا هذا التأثير هو دائمي لا يزول ولا يتغير ولا يكبر ولا يقل فإذا لا يفرق تأثيره بين أي شخص وشخص آخر سواء ولدت هذا اليوم ولدت في ساعة معينة ولدت في شهر معين لا يجد أي فرق إذن لماذا يصدق الناس وهذا شيء موضوع مهم جدا يعني ليس فقط مثلا ممكن أن تقول الناس أغبياء لكن هذا ليس تفسير علمي يعني الغباء ليس تفسير علمي لا يمكن أن يكون كل الناس أغبياء لا يمكن أن يكون كل الناس يصدقون بأي شيء يعني هؤلاء كثير منهم مثلا يعملون أعمال ناجحة إذن لا بد أن هناك خدعة معينة أو شيء ذكي يستعمله هؤلاء الأبراج الشيء الذي يستعمله طبعا هذه ملاحظة كثير لأحفتها أنهم لا يعطون تفاصيل دقيقة يعطون تفاصيل عامة أشياء عامة ممكن أن تحدث لكل الناس في كل الأزمان يعني عندما يقول ستجيك مثلا رسالة من غائب من إنسان غائب حبيب غائب طبعا نحن نعيش في حياة معاصرة وهناك كثير من الاتصالات والإنترنت والناس الذين يهاجرون هناك حركة البشر الآن قوية جدا في العالم نلاحظ كثير من الهجرات وكثير من السفر بسبب بسيط لتطور التكنولوجيا وتطور الحضارة إذن هناك احتمال كبير أن يأتيك إيميل من شخص في مكان بعيد جدا سواء كان قريب أو صديق أو شخص كنت تعرفه لأننا لا نعيش في قرية معزولة لا يوجد هناك دول قليلة جدا معزولة تماما مثل كوريا الشمالية مثلا معزولة تماما عن العالم لكن العالم أكثره يتواصل والناس يسافرون فإذن عندما تقول أن شخص سيبعث لك رسالة هذا شيء طبيعي يحدث كل يوم مثلا 50% من الناس لاحظوا عندما أكتب عندما أحاول أن أعطي تنبؤ بالمستقبل سأقول أشياء تحدث 50% إذا كانت لهذا الأشياء تحدث مثلا أقل من 20% لن أقول هذا لأنه أعرف أن هذا الشيء لن يصيب أي وتر داخل القراء لكن أي شيء 50% فما فوق هذا الشيء عظيم نصف القراء سوف يصدقون هذا الكلام فإذن دائما أحاول أن أعطي أشياء عامة تحدث لكل إنسان يعني لا يمكن أن أقول ستربح اليا نصيب أو ستربح اللوتو لأنه هذا الشيء لا يحدث 50% هذا الشيء يحدث 1 على مثلا 200 مليون نسبة إذن النسبة التي تتحقق بها هذا هي السر هو هذا الشيء الذي يجعل هذه الكلمات أو هذه التنبؤات صحيحة إذا فكرت في الكلام الذين يقولونه وفكرت ما هو احتمال هذا الكلام على كل الناس وقدرت هذا الكلام بـ 50% 40% إذن هو هذا النصب الذي يحدث للناس ولهذا الناس يصدقونهم هناك مثلا برامج عن الناس الذين يدعون أنهم يعرفون المستقبل وهذا أيضا ينطبق على الناس الذين يقرؤون الكف مثلا أو يقرؤون الفنجان الشيء الذكي عند هؤلاء الناس أنهم يتحدثوا مع الشخص فعندما تتكلم مع هذا الشخص تحاول أن تعرف ما هو شخصية هذا الإنسان كيف يتصرف هذا الإنسان هل هو عاطفي هل هو إنسان منطقي هل هو إنسان قاسي هل هو إنسان بسيط هل هو متدين جدا هل هو غير متدين من هذه الصفات أستطيع أن أتنبأ ماذا يمكن أن يحصل لشخص كهذا من معرفتي من ناس من علاقاتي مع الناس من خبرتي فإذن كلما أتكلم أكثر مع هذا الإنسان كلما أستطيع أن أتنبأ باحتمالية حصول الأشياء على هذا الإنسان يعني إذا أنا مثلا أتكلم مع إنسان سواء كنت أقرأ الكف أو فنجان وعرفت أن هذا الإنسان متدين جدا وعرفت أيضا أنه غير متزوج إذن التنبأ سيكون أنت ستتزوج وقريبا جدا بشكل بسيط لأن المتدين جدا عنده الزواج وإنجاب الأولاد شيء مقدس يجب أن يفعله أوامر إلهية إذا كان الإنسان الذي أتكلم معه غير متدين ويحب مثلا القمار يحب النساء هذا شخص لا يعجبه أن يتزوج هذا شخص مثلا ممكن أن يتزوج لكنه مثلا بعد أن يكبر بعد أن تنتهي سنوات المتعة والشباب فإذن إذا كان الشابا صغيرا سأقول له أنت ستتزوج لكن ليس الآن الحب العميق الأصلي سيأتيك بعد عشرة سنين يعني هذا الكلام ليس تنبأ بالمستقبل هذا فعليا تنبأ لمستقبل هذه الشخصية وليس هذا الشخص بمعنى الحالي إذن الإنسان الذي يحاول أن يقرأ المستقبل بغض النظر عن السيستم الذي يستعمله سواء كان الأبراج أو الفلك أو قراءة الكف هي فعليا فقط محاولة وضع أحداث نسبتها تكون عالية فإذن هذا ما أردت أن أقوله اليوم شكرا لكم وإلى لقاء في حلقة أخرى